الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد في إطار مشروع تعميم معرفة هذا هو المقطع السادس عشر بعد المئة الدرس الحادي عشر في الاقتصاد الجزئي تحت عنوان مرونة الطلب التقاطعية مرونة الطلب التقاطعية أو cross elasticity of demand في أدبيات الاقتصاد باللغة الإنجليزية cross elasticity of demand أرجو أن يكون فيه الفائدة العظمى لكافة أحبتنا الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية مرونة الطلب التقاطعية cross elasticity of demand تعرف مرونة الطلب التقاطعية cross elasticity of demand بأنها وأرجو التركيز هنا مقدار استجابة الطلب وليس الكمية المطلوبة مقدار استجابة الطلب على سلعة ما للتغير في سعر سلعة أخرى هذه السلعة الأخرى إما أن تكون متممة complimentary or compliment أو بديلة substitute إذن التغير في الطلب على سلعة مقابل التغير في سعر سلعة أخرى وليس الكمية المطلوبة لأني ذكرت في مقاطع سابقة بأن الكمية المطلوبة من سلعة ما لا تتغير ولا تتبدل إلا نتيجة لتغير سعر السلعة ذاتها حسب قانون الطلب الذي ينص على أن الكمية المطلوبة تتناسب عكسيا مع سعرها فإذا ارتفعت الأسعار خفضة الكميات المطلوبة وإذا انخفضت الأسعار زادت الكميات المطلوبة السلعة المتممة هي سلعة لا تستخدم إلا بوجود سلعة أخرى تتممها على سبيل المثال الحاسوب والمرامج التي تشغله أو السيارة والوقول الذي يحركها وهكذا أما السلعة البديلة فهي سلعة قد تقوم مكان سلعة أخرى في الاستهلاك مثل لحم البقر باعتباره بديلة عن لحم الخراب وسيارة المرسيلس على سبيل المثال باعتبارها بديلة عن سيارة التيوتا وهكذا عادة ما تستخدم الصيغة الرياضياتية الآتية في حساب مرونة الطلب التقاطعي على السلعة أكس مثلا إذا تغير سعر السلعة Y مثلا حيث السلعة Y إما أن تكون متممة أو بديلة متممة أو بديلة complimentary أو compliment أو substitute بديلة لنرى صيغة حساب مرونة الطلب التقاطعي نستخدم هذه الصيغة من هذا الشكل ليست صعبة بمناسبة لكن أحرفها والأحرف الفرعية كثيرة لذلك قد تربك بعض الناس لكن الانتباه الشديد يسعفنا هذه السيغمة صب XPY سيغمة مرونة الطلب التقاطعية للسلعة X مقابل سعر Y يساوي أو هذا تساوي التغير المئوي مقسم طبعا تغير المئوي للطلب على السلعة X مقسم على التغير المئوي لسعر السلعة Y وتساوي الطلب على السلعة مقدار الطلب الثاني مطروح منه مقدار الطلب الأول إذا كان عندنا جدول طلب وهذا اللي إن شاء الله سأبينه بعد قليل مقسم على سعر السعر الثاني لسلعة Y مطروح منه السعر الأول لسلعة Y مضروح في حاصل قسمة معدل السعرين مقسم على معدل الكميتين أعيد هنا مرونة الطلب التقاطعية بين ماذا وماذا للسلعة X مقابل سعر السلعة Y هنا نحكي طلب على X مقابل سعر Y وتساوي التغير المئوي في كمية X مقسم على التغير المئوي في سعر Y وتساوي الكمية الثانية مطروحة منها الكمية الأولى وهنا السعر الثاني مطروح منه السعر الأول وتساوي حاصل قسمة متوسط السعرين مقسم على متوسط الكميتين لنضرب مثال لنفترض وجود البيانات الآتية لان في عندي سعر السلعة Y لكل وحدة مقابل الطلب على السلعة X وحدة يوميا يعني هنا دينار دولار جنيه سترلينة ريال سعودي لكل وحدة لكل كيلوغرام أو كل غرام أو كل وحدة من هذه السلعة مقابل ذلك عندي الطلب على السلعة X يعني 5 كيلوغرام يوميا أو 5 تلتازات يوميا وهكذا فلنفترض بأن سعر السلعة Y كان 10 دنانين لكل وحدة كان الطلب على السلعة X 15 وحدة أو 15 وحدة يوميا عندما كان سعر Y 10 دنانين ارتفعت أسعار Y من 10 دنانين للوحدة الواحدة إلى 15 دينارا فانخفض الطلب على السلعة X من 15 وحدة إلى 8 وحدة وأخيرا ارتفع السعر من 15 دينارا دينارا للوحدة الواحدة إلى 27 من 15 إلى 27 فانخفض الطلب على السلعة X يوميا من 8 وحدات إلى وحدتين فقط لا غير يمكن لنا الآن أن نحسب مرونة الطلب الطلب التقاطعي CROSS LASED DEMAND بالتطبيق المباشر بالمعادل السابقة نعوض هو مباشر فدلتا أو سيجما عطوا سب X P Y تساوي التغيير المؤوي في الطلب على X مقسم على التغيير المؤوي في سعر Y وتساوي طبعا الكمية الثانية مطروح منها الكمية الأولى 8 ناقص 15 مقسم على السعر الثاني مطروح منه السعر الأولاني 15 ناقص 10 مضروح في متوسط الآن الأسعار مقسم على متوسط الكميات وتساوي بالحالة هاية 8 ناقص 15 يساوي سالب 7 15 ناقص 10 يساوي 5 مضروح في المتوسط هو 22.5 مقسم على 11.5 له متوسط هذه الكمية 8 زاد 15 على 23 مقسم على 2 ساوي 11.5 وتساوي تقريبا 2.74 نلاحظ هنا الكمية أنها سالبة لها معنى إن شاء الله سنشرحوا بعد قليل فمرونة الطلب التقاطعية Sigma sub XPY تساوي سالب 2.74 لاحظ الإشارة السالبة ماذا تعني هذه النتيجة تفسير النتيجة النتيجة التي ذكرناها قبل قليل ووصلنا إلى هذه القيمة سالب 2.4% تقول هذه النتيجة بأن زيادة أسعار السلعة Y مثلا بمقدار 10% ممكن تنخفض بمقدار 10% ممكن تكون الزيادة 5% أو 2% أو الخفاض 20% أو 30% وهكذا فهذا الرقم فقط مجرد للمثال هذه الزيادة بسعر Y بمقدار 200% تؤدي إلى انخفاض الطلب انخفاض الطلب على السلعة X بمقدار نضرب الآن قيمة المرونة مضرب في قيمة انخفاض الارتفاع ضرب 10 وتساوي انخفض 27.4% يعني إذا ارتفع سعر Y بمقدار 10% فإن الطلب على السلعة X سينخفض بمقدار 27.4% والعكس صحيح أي إذا انخفض إذا انخفضت عفوا في خطأ طباعة هنا إذا انخفضت إسعار السلعة Y بمقدار 10% مثلا يؤدي ذلك إلى ارتفاع الطلب على السلعة X بمقدار 2.74 ضرب 10 يساوي 27.4% بمعنى آخر هنا انخفاض وهنا زيادة والنتيجة سيجما هذه السيجما طب XBY تقريبا تساوي 2.4% تخبرنا بأن السلعة Y متممة للسلعة X لماذا؟ لأن ارتفاع أسعار Y كان بعكس حركة التغير في السلعة X لو كانت معاها لقلنا بأن هذه بديلة للأخرى لكن بما أنه الآن استهلاك من X أو استهلاك المستهلك من X سينخفض لأن أسعار السلعة المتممة ارتفعت لابد أن نفرق أذكر هنا بين الكمية المطلوبة من السلعة X والطلب على السلعة X فالكمية المطلوبة من السلعة X كما ذكرت سابقا لا تتأثر إلا بتغير سعرها فقط وتمثل بيانيا على شكل انتقال من نقطة إلى أخرى على منحنة طلب السلعة X أما الطلب على السلعة X فهو يتأثر بعوامل عدة منها أسعار السلعة المتممة والبديلة وفي هذا المثال أدى ارتفاع سعر Y إلى الخفاض الطلب على السلعة X ويمثل بيانيا على شكل إزاحة تامي في منحنة الطلب على السلعة X أي الخفاض الطلب كما سأبينه بعد قليل في الشريحة القادمة بإذن الله هنا التمثيل البياني على المحرول الأفقي الكميات المطلوبة لكن الآن أتحدث عن طلب السلعة X على المحرول العمودي سعر Y فهو نتطلب على السلعة X لكن سعر Y اللي أنا الآن أقارن به منحن الطلب على السلعة X This is D sub X1 يعني الطلب في الحالة الأولى قبل أن ترتفع الأسعار نتيجة لارتفاع أسعار Y أدى ذلك إلى إزاحة تامة في منحنة الطلب على X من هذا الموقع إلى هذا الموقع بمناخ نتيجة لارتفاع السلعة Y كانت الإزاحة إلى اليسار ما يعني أن الثنتين الآن متممات يعني X تتمم Y وY تتمم X نستكمل استكمال المثال وضعت الآن الجدول ذات والسلعة السابق إحنا حسبنا بالأولى يعني المرون الأولى أو المرون التقاطعي حسبنا بين الزوج المرتب هذا اللي هو 10 و 15 مقابل الزوج المرتب الثاني 15 و 8 الآن سنحسبه بين الزوج المرتب الأول مع الثالث يعني 10 و 15 مقابل 27 و 2 نطبق مباشرة نقوم الآن بحساب المرون التقاطعية بين زوجين المرتبين آخرين وهم الثاني عفل الثاني والثالث أنا أعتذر بين هذا الزوج وهذا الزوج وليس الأول والثالث بين الثاني والثالث وهو كما يلي رأسا يعني عوض على القيم فالكمية الثالث اللي هي طبعا هنا آية الكمية الثانية ناقص الكمية الأولى 2 ناقص ثمانية مقسمة على السعر الثاني طبعا بأخذ كل واحد عن فراء طبعا 27 ناقص 15 اللي هو السعر الثاني ناقص السعر الأولاني كأنني بديت من جديد مضروب في حاصل قسمة متوسط السعرين ومقسم كل ياته الآن على متوسط الكميتين وتساوي سالب 6 على 12 ضرب 21 قسم على 5 وتساوي النتيجة النهائية 2.1% سالبة القيمة سالبة القيمة ماذا يعني ذلك؟ تقول هذه النتيجة بأن زيادة أسعار السرعة Y على سبيل المثال بمقدار 10% وليس رقما سعريا أي رقما ممكن تفترضه مثلا تؤدي هذه الزيادة إلى انخفاض الطلب على السرعة X بمقدار قيمة المرونة 2.1 أو 2.1% ضرب 10 وليس 21% والعكس صحيح أي أن الخفاض أسعار السععة Y بمقدار 10% مثلا يؤدي إلى ارتفاع الطلب على السرعة X بمقدار 21% نظر قيمة المرونة ضرب الزيادة أو الخفاض بالسعر وهكذا وأخيرا تكون المرونة التقاطعية للزوج المرتب الأخير كما يلي الآن عندي قائمة الأسعار والطلب على السرعة عندي أسعار Y والطلب على X فالآن سأحسب المرونة التقاطعية بين الزوج الأول والزوج الأخير طبقنا مباشرة الآن فأعطتني قيمة مقدارها إذا كانت حسابات إن شاء الله لنخطئ 8-15 مضبوط بعدين 27-10 صحيح ضرب متوسط السعرين وقسم متوسط كميتين تساوي سالب 13 على 17 ضرب 18-15 على 8-15 تساوي سالب 1-66 بالمية بالمية ما يعني أنه طبعا حصلت على ثلاث قيم للمرونكات الأولى مرتفع نسبيا انخفضت ثم انخفضت وأخيرا يعني أكون قد انهيت من هذا المقطع بإذن الله راجيا أن يكون قد قدم الفائدة وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا أترك التفسير للطلب والمتابين الأحباء حتى يتمرنوا قليلا شكرا مرة أخرى